هنا يعلمنا أيها الأخوة علماء النفس في الغرب الأوروبي والأمريكي حدثتكم بهذا مرة أنك حين تحمل فقط المسدس أو الطبنجة أو الخرطوش فضلاً عن الرشاشات تصبح مباشرةً تعود لا ترى الدنيا إلا من خلال فوهة السلاح ما رأيكم؟ طبعاً لذلك أنا أقول لكم السلاح في أيضاً شخصيات ضعيفة شخصيات مهزوزة شخصيات لم تعلم معنى الله أكبر لم تضبط الغرزي الوحشي البهيمي فيها خطير جداً 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 يمكن أن يذبح به ليس فقط القبط البريء والمسلم البريء وغير المسلم البريء والعالم وأن يذبح بعضنا بعضاً فيه كما تفعل داعش ويصفي بعضها بعضاً يصفي بعضها بعضاً على مستوى القيادات وعلى مستوى القاعدة شيء مخيف مرعب لكن عشرة آلاف والسلاح كتيبة حين مرت أبو سفيان رعب منها مر بني السلين ما هؤلاء عباس؟ قال ما ليه ولي بني السلين؟ ما لي ولي مزينة؟ قال من هؤلاء؟ لا يرى منهم إلا الحدق عليهم الدرق والتروس ولا يرى منهم إلا حدق العيون قال هؤلاء المهاجون والأنصار على رأسهم رسول الله رعب أبو سفيان شيء مرعب ومع ذلك لا اليوم يوم المرحمة اليوم تكسى الكعبة حقاً لقد فعلها وأطلقهم قالها أو لم يقولها لكنه فعلها صلى الله عليه هذا قدوتي وهذا حبيبي الله أكبر الله أكبر يا رسول الله لقد فعلتها حين لا يمكن تقريباً لغيرك أن يفعلها إلا ما شاء الله وأين هم؟ لن أقول قليل ما هم؟ أين هم أصلاً؟ فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن أي الحرامة ومن أغلق عليه بابه فهو آمن طب من غير الآمن؟ الذي يريد أن يناطح السحاب الذي يريد أن ينال الشمس بيده وأن يطفعها بنفخة من فيه المغرور الغافي الذي يخرج بزيفي ولمحي يريد أن يقاتل عشرة آلاف طبعاً سيذبح ولكنهم لم يفعلوا بعضهم هرب واستؤمي له فأمنه الرسول وعاد كعكرمة وأهله وسهلاً بك أخاً في هذا الدين ما في ثأر ما في انتقام ما في أحقال يا إخواني في صفاء هذا صفاء النبوة هذا صفاء الرسالة هذه عظمة الرسالة هذه كانت تعريجة سريعة إخواني وأخواتي إذن أيها الإخوة والأخوات علينا أن نحذر كثيراً من غيابات الجهل وغمامات الغباء علينا أن نحالف العلم والوعي والسؤال والمساءلة والنقد موسيقى